السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي صباح الخير صباح العافية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد شوفوا هذا الورد الدالية ورد الجوري أيضا ورد الروس اللي لونه فرتقالي هذا لون فرتقالي عندنا بس هاي وردة وحدة وعدنا أيضا بعد ورد آخر هذا ورد الريحان هذا الريحان يعني ينطفد الرائحة كل شيء أطرية طيبة بعد عدنا أيضا نبات آخر الورد مالي أبيض بس هو هذا الورد مالي الورق نفسه الورق يتحول إلى لون الأبيض مخطط كلش حلو كلش جميل وحبايبي إن شاء الله أروح لكم على المطبخ ولا تنسوني حبايبي باللايك والاشتراك وإن شاء الله طبخة جديدة وفيديوها جديد مالحول لكم بحبايبي 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 رجعت لكم من الحديقة اليوم صورت لكم ورد الدالية مالحولة بضعت لكم هذا الورد الدالية هذا ورد حديقتنا احنا كلش نهتم بالحديقة شوفوا هذا ورد الدالية شوفوا هذا ورد الدالية احسوي لكمها يا مسهرية حلوة للمولد النفوي اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى عالم إبراهيم بارك على محمد وعلى عالم محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين انك حبيد مجيد احبائي بها يشد المسهرية ان شاء الله ترجبكم ورد الدالية اليوم اسوي لكم طرشي المخللات اليوم المخلل اليوم اسوي لكم مخلل اللحانة بالقرنابيط هذه اللحانة هذه اللحانة هذا القرنابيط القرنابيط هذا قطعته ورشيت له ملح شوية على مديذبا بس خليت لكم فد نموذج هذي أريد أراويكم إياها يعني إذا لقيتوا هيكي بالقرنابيط دائما يصير بالسوق بالقرنابيط هيكي هاي مثل الفطريات هاي لا تخلوها بي لأن يتلف الطرشي أو المخلل هاي لازم نشيلها هيكي يعني ننظفها أبد ما تخلون هذا الفطريات فأنا كل هذا منظفته ورشته بالملح حسا راح أترم لكم اللحانة اللحانة أيضا نترمها ثرم يعني مو قطع كبار هالشكل بعدين نثرمها هالشكل قطع يتشيل 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 ونفتحها هالشكل نخليها هنا هالشكل نفتحها يتشيل قطع حبايب يشوفوا يتشيل نفتحها هالكمر القطع هسا أكمل لكم الثرم إن شاء الله أكمل لكم الثرم إن شاء الله وأرجع لكم عبايب هاي اللحانة ثرمتها شوفوها شون ثرمتها وهذا القرنابيط وهذا القرنابيط وهذه البهارات اللي نخليها هي البهارات الكاري والكركم وبهارات الطرشي وفدفلفلاية إذا يعجبكم حار وفد كم فستهم هسا راح أصفتكم إياها بالشيشة هاي الشيشة أخلي هاذا الشيشة طبعا غسلتها بالمي وملح نصفت سراوات يعني هاذا السراي ونخلي بيناته بيناته حلقات الليمون هاذا حلقات الليمون ونخلي بيناته أشوفوا حلقات الليمون ونخليها كم حلقة من الليمون كم حلقة هسا راح أخلي القرنابيط سأكمل لكم الشيشة إن شاء الله مرجع لكم وهسا حبايبي هاذا صفتها يعني طبقة لهانة وطبقة قرنابيط وبيناتهم حلقات الليمون هاذا حلقات الليمون وهسا خليت أيضا فلفل حار وخليت فد ثلث فصوص من الثوم هسا راح أخبط هذا الماء الملحي هذا الماء الملحي لكل كوب ملعقة من الملح هذا الصخري ملح هذا الصخري لكل كوب آني خبطته ومفورته وهسا دافي هذا المي هسا راح أخبط به الكاري والكركم وبهارات الطرشي هذا هذا هخبطه شوفوه أخبطه هذا كاري وكركم وبهارات الطرشي والماء مملح هو ليش هذا الطرشي كلش مفيد ما ترشي البيت لأنه نحن نسوي نحطه بالزجاجيات أولا والنقطة الثانية نستخدم الملح الصخري والنقطة الثالثة ما بيه مواد حافظة المواد الحافظة تقتل البكترية المفيدة حبايبي أكو بكترية مفيدة هنا الصير تحافظ على الأمعاء تقتل البكترية الضارة اللي بالأمعاء البكترية المفيدة كلش ضرورية حسنا أكمل إلى هنا أكمل بالماء الملحي أكمل هنا بالماء الملحي وبعد أضيف للأشياء وهس حبايبي خليت تشوفوا الماء إلى هنا بعد ما خليت لبغارات ويا وهس رح أخلي له نص كوب من الليمون هذا الليمون أنا عاصرت الليمون الحامض نص كوب شوفوا هذا نص كوب من الليمون الحامض وأخلي بعد هذا أيضا لي فوق المحامض وأخلي خل حس الباقي خل أخلي باقي خل نوصل إلى الأعلى هذا خل أبيض أو أي خل عندك را قلت لكم كلش مفيد الترشيل لا تصور يعني ما لحو يأثر على بالضغط بالعكس أصلا بفائدة كلش مهمة للجهاز الهضمي لأن الجهاز الهضمي نكمل هالشكل بالحامض نغطيه نغطيه بكل هاي الحامض يصير كلش طعمه طيب هذا كله ما نخلي هنا هوه نوصل إلى الأعلى إلى الأعلى شوفوا لا تخلون هوه لا تخلون هوه أبد لي فوق شوفوا إلى الأعلى شوي أبعاد هذا بعد نسد حبايبي شوفوا هذا الحامض خليته لي فوق ونسد حبايبي لمدة عشرة أيام وناكل من عند إن شاء الله بالعافية هس أسوي لكم بعض طرش آخر وهس حبايبي رح نسوي هالمرة طرش النوم حامض أو طرش الليمون هذا الليمون هس وقت وسعر رخيص وكل شي مفيد نحنا شنسوي نقطع هذا الليمون أربع قطع نوصل إلى حد هنا هس قطع لكم واحدة شوفوا أقطع هالشكل شوفوا أقطع أوصل إلى حد هنا رح أسوي لكم الخلطة اللي أحط بها الخلطة هي أولا هذا العصفر هذا العصفر العصفر هذا شوفوا العصفر هذا العصفر هذا نخليه بداخل الليمون هذا الملح الخشن ملح الخشن ألي طحنت هذا مرح الخشن أو ملح الصخر كل شي مفيد ملح الصخر وبعديًا هاي بهار الطرشي وبعديًا كاري وكركم كاري وكركم هذا كاري وكر Austin hace يhwa محبت السوداء هذه الخلطة اخلطها واخلي بها بنو محاموب شوفو هاي الخلطة واخلي بها بنو محاموب هسا اراولكم شلون راح اخلي بنو محاموب شوفوها قلت لكم انقصها شوفها اذا ورقة بها نشيلها هاي الورقة هسا انقصها اي شي نقصها يربالكم واحدة قص ايدي لذات ستيلة حادة يعني لحد هنا شوفو شون هاذا نخلي بها ملعقة ملعقة مال كوب من هاي الخلطة مال اثنين هاي ملعقة مال كوب ونحطها بالبرطمان هذا الزجاجي هذا نخلي بالبرطمان الزجاجي اسوي لكم واحدة اخرى طبعا اكوا قسم يفوروا هاذا انا ديتش المرة فورتها شوية صار بها خياطة مرورة فهسا خليتها نية هذا يطول اكثر من شهر هسا اكملها ان شاء الله وارجع لكم هباي بقتلكم حشيتها وكملتها وهسا راح اخلي لها الماء الملحي الماء الملحي عندنا هاي بقى شوية من هاي الخلطة مالة العصفر مالة العصفر ومالة العصفر ومالة العصفر ومالة العصفر مع ملحي قلت لكم لكل كوب ملعقة تأكل ملح خشن ها شوفوا بعد شوية اكل ملح من هذا الماء بسا اخلي لها هاذا فد هاي فلفل احارة او اثنيين بكيفتش ونخلي لها هاذا التنفص من الثوم ونخلي الحامض الليمون هذا العاصري احنا حامض الليمون فد كوب هذا كوب عاصر ابناعه ونخلي لها الخل هذا الخل هذا الخل بسا اخر شي شو نخلي هاي القشور ماكو اللي اثرنا بالليمون هاي القشور خليها لي فوق على مود هي خاف يصير بها ايشي بسا اكمل لكم بعدين اكمل لكم حبايب قلت لكم خليت الماء الملحي وخليت الحامض الليمون وخليت الخل وخليت القشور اخر شي بسا اخلي بلا على زيت اي زيت عندج زيت الزيتون او زيت الذرة شوفوا هذا الزيت اخليه حتي يمنع الهوع من عنده ونسده سده محكمه وما نفتحه ورا شهر شهر ونشوفه اذا ما لحقها من خليفة جسبوع هذا يطول هذا يطول ليش لانه احنا من فوري فاني قبل سويت طرشي هذا شوفوا اراوكم اياه هذا الطرشي انا مفورته هذا انا مفورته هذا مفورته هذا مفورته شوفوا هذا هذا فورته بس هذا محشيته نفس الشي مثل هذا بس شلو شوي طلع بي خاط مرور اللي انفورته فهذا كيف يشتردين تفوري هذا اسرع يصير بسبوعين صار هذا كيطول شهر وشوفوا هذا الطرشي بحبايبه هذا الطرشي اللي سويته قبل شهر انا وياكم شوفوا هذا قلت لكم فلفل مباشرة بالخل هذا يبقى اشقد ما تريدين خل 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 وفلفل هذا شوفوا احنا ما نقدر بلا طرشي قلت لكم الطرشي كلش مفيد ببكترية نافعة احسن من طرشي السوق وانظاف وعندي هذا طرشي مخلل الاحمر هذا هم سويته ان شاء الله امرت اشوفكم اياه على القناة اراويكم اياه وفي امان الله حبايبي وسا اراويكم بعدين اطلع لكم من الطرشي شوفوا حبايبي هذا الفلفل اللي سويت بكم اياه قبل شهر بالقناة شوفوا هذا الفلفل بس بالخل وهذا الطرشي يعني كامل محامض هذا هذا بس فورته يعني تقريبا 15 يوم صار بس شوية صار بخيط مرورة لان فورته وهذا الطرشي مال الشلغم هذا الاحمر ان شاء الله سوي لكم اياه بالقناة مرت اللغة وهذا اللي سويت اليوم بدون غلي وهي اللي هانا والقرنابيض وان شاء الله بالعافية حبايبي وتستاهلون ولا تنسوني اللايك والاشتراك حبايبي الف عافية وفي امان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة